السوريون كقيادة سياسية في تلك المرحلة الرئيس شكري القواتلي ورئيس وزراء خالد العظم كان موافقين كإدارة وكشعب أن تبقى وحدة اقتصادية بين دولتين مستقلتين عن بعضهما لكن اللبنانيين كان عندهم طمع كان أحد أهم مرافق الاقتصاد السوري واللبناني هو العمل المرفقي كان مرفق بيروت هو الوحيد العامل وعم يغطي كل المساحة كانت وحدة جمهوركية أرادوا السوريين وحدة اقتصادية رفضوا اللبنانيين أرادوا وافقوا السوري عن الوحدة الجمهوركية فقط واللبنانيين رضوا على أن تكون رئاسة الإدارة الجمهوركية متبادلة بين الفريقين لكن عند التبادل كانوا يرفضوا اللبنانيين وكانوا يحتكروا كل عوائد العمل الجمهوري لصالح الخزينة اللبنانية